في عالم الفن في علامات يعني علامة من العلامات كده اللي هي ايه اتقالك ايه مش هتقرر تاني مش هتجيبه ولادة مجلدش منه في ولا حاجة من ابرزهم واهمهم الموسيقار العظيم الموسيقار بليغ حمدي بليغ حمدي اللي لحن لمحمد فوزي لوردة لمكلثوم لحبد الحليم حافظ يعتبر عملاق من عمالقة الالحان في العالم العربي وصاحب موهبة استثنائية في عالم الموسيقى والغناء محدش جه زيه كم مدرسة متميزة قدر انه هو رغم ان يعني درسته ما كانش الاول في الموسيقى خاريك حقوق لكن هو التحق بعد كده وعمل درسته وقدر انه يلحن لكبار الفنانين والاساطير واصبحت يعني علاماته الفنية زي ما بيقولوا كده ايه تريد مارك ما 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 تخطئهاش اي اذن لو سمعتها في اي حت هنتعرف عن ابرز هذه العلامات وابرز الحكايات وازاي طلع وازاي يعني يلحن لوردة وتزوجها وازاي راح للمكلثوم وعمل معاها اجمل الالحان بصحبات النقد الفني احمد سعد الدين حيكلمني عن كل هذه الامور اهلا بيك يا سيد احمد اهلا وسهلا اهلا بيك محطات بليغ حمدي كتير جدا ولكن خليني ابدأ من المحطة الاولى برأيك المحطة الاولى كات فين المحطة الاولى في مشوار بليغ حمدي كانت عند العملاق محمد فوزي محمد فوزي محمد فوزي يعني فعلا هذا الرجل هو لا صح فضل عليه صح فضل جدا لان بليغ راح لمحمد فوزي على اساس ان هو مطرب بيغني وبيلحن فلما سمع ألحانه قاله على فكرة أنا هوديك للي ايه؟ ينفعك فكان في حفلة في بيت احد الاصدقاء فاخدوا معاه الحفلة دي حضرها او البيت يعني العزومة دي كان موجودة فقال لها بليغ بيغني بيلحن ويغني فقيت له سمعنا قال لها سمع فيش عود قال له العود موجود هو رهبة أمو كلسوم صعبة ايده مش ماشي على العود فأمو كلسوم قالت يا جماعة نهدى شوية طب تعالى تشرب ايه وقعد تتكلم معاه كسرت الحواجز حاجز الرهبة فابتدى يغني اغنية بتقول ايه حب ايه اللي انت جاي تقول عليها فهي اعجبت باللحن فقيت له تعالى لي فرح له قيت له الكلمات دي مين اللي كاتبها قال لها ده واحد صاحب بيشتغل في البترول اسمه عبدالوهب محمد قيت وتتكلم ويجي اتصل بيه فبيقول له تعالى في بيت المكسوم قال مش عايز تهريك المهم من هنا اللي هنا هي ايه كلمته فرح عبدالوهب عشان يكمل الكلمات لان هو كان عاملكوا بليه بس ونخلص الليلة دي قول مهم ان ايه دي كانت بداية بليغ مع المكسوم محطة المكسوم عمل فيها ايه؟ اهم محطة في مشوار بليغ كانت المكسوم ليه بقى المكسوم في الوقت ده كان مين اللي بيلحن لها؟ مهم الصنباطي صحيح وشيخ زكريا فدول مش حاجة سهلة كلاسيكيات هو دلع صوت ام كلسوم بالظبط كده هو كده بالعربي دلع صوت ام كلسوم واللي خلى عبدالوهاب يجري عشان يلحن له ام كلسوم وجود بليغ حمدي ليه بقى؟ يعني انت بتتكلم فيه ولد لسه صغر بالنسبة لعبدالوهاب عيل عنده ستة عشر سبعة عشر سنة يلحن لهذه العملاقة وانا عبدالوهاب اللي طالع مع ام كلسوم ما لحن لهاش هو عارف ان هو هيخلد ألحانه بصوت ام كلسوم لجأ عبدالوهاب للحفناوي احمد الحفناوي وقال لنا عندنا كلمات حلوة وممكن ام كلسوم وفي الاخر عمله ايه؟ ابتدت بيه اغنية واحدة لقاء السحاب انت عمري واستمرت عشر اغاني لكن بليغ كمل بقى مع ام كلسوم ام كلسوم محطة مهمة من محطات بليغ حمدي بيقولوا عليه مع جمبا مية شياطين يعني ما جلتش منه في ولا واحد يعني ايه ما جلتش ولا واحد يعني ايه بليغ حمدي ما عملش اغنية واحدة ما عندوش مبدأ النحت اللي عند الفنانين ده اه اسعدني الحظ ان انا عدت مع اتنين كانوا اصدقاء بليغ حمدي اه عبد الرحمان الابنودي اللي ارحمه رحمة الله عليك واستاذ فوز ابراهيم الشعر الغنائي الكبير اه عبد الرحمان الابنودي قال لي جملة واحدة قال لي بليغ عشان يلحن لحد كان لازم يشوفه هو الاول مش بلحن وخلاص يشوف بعد ما يتكلم معاه يرسم له شخصية شخصية غنائية علشان كده اللحن ده راكب على عبد الحليم ده راكب على مكلسون ده راكب على وردة رسم الشخصية دي هي اللي بيتخلي اللحن راكب تماما وبيسيب بصمة يا سلام فهو ده بليغ يعني بليغ انت فيه فيه حد ممكن يقولك أنا عندي لحن حلو خد غنية لأ انا شوف البني ادم يركب على اللحن ولا لأ ده كان بداية بليغ بليغ عمل الأغنية العاطفية وعمل الشعبية عمل الشعبية معمير؟ عمل الشعبية مع رشدي محمد رشدي عبد الحليم كان بيغير محمد رشدي كان أغنية شعبية يجو شوفوا الزمن اللي احنا فيه محمد رشدي محمد أنديل عبد المطلب وحتى بعدهم وحتى بعدهم في السبعينات كان عدوي في الثمانينات كان حسن نصمر يعني برضو كان اسمها أغنية مش حاجة تانية فبليغ اشتغل كل الألوان ولكن محطة يعني عبد الحليم سعى البليغ سعى أنه يشتغل مع البليغ لأن بليغ يشتغل مع مكلسوم ما قلت ليش أبرز محطته مع مكلسوم كانت عامل أين؟ لا مع مكلسوم في ألف ليلة وليلة مثلا دي الدلع كله في صوت مكلسوم هو عمل معاه حوالي عشر أغاني من أجمل أغاني مكلسوم ومكلسوم في الستينات كانت اللي أبرز صوتها خلي بالك الإنسان كل ما بيكبر صوته بيبتدي عرد فهي في المرحلة دي مرحلة بليغ حمدي كمان خرجت من الكلاكسيكيات بتاعت الموسيقى وابتدى دخل الأورج ودخل حاجات كتيرة جدا بليغ حمدي ما كانش ينفع الكلام بها مكلسوم ما كانش حد يفتكر أن مكلسوم هتعمل كده تتغير صحيح هو مد في عمره مكلسوم فترة محطة العندليم محطة عبد الحليم شوف عبد الحليم ابتدى من سنة 51 كان بدء مع اثنين محمد الموجي وكمال الطويل في نهاية الخمسينيات بقوا ثلاثة بليغ حمدي محطات بليغ مع عبد الحليم كتيرة جدا يعني أبسط شيء لما تيجي تشوف مثلا التوبة أنا كل ما أقول التوبة دي عبد الرحمن أبنه دي هو اللي حصل إيه إن أساس الموضوع معمولة محمد رجدي فأعجب بي عبد الحليم فعايز الأغنية طبعا رجدي غنها فرحوا مغيرين في الكلام وبليغ حمدي أخدوا في سكة تانية سكة مختلفة تماما لما بعد حرب 67 فعبد الحليم قاعد مع عبد الحليم بيقول له طب أنت كاتب إيه دلوقتي فقال له أنا عندي أغنية اسمها عد النهار والمغربية جاية بليغ حمدي قاعد هو دن من الكلمات وهو إيه وقاعد فقال له لحنة وكان يلحنها في ساعتين ثلاثة يعني لما كان يمسك لحنة كانش يقوم قاعد لما يخلص بليغ ما كانش عنده شخصية إن أنا عملت و أنا ما عملتش كان هو الأساس حتى لو الأغنية مش بتاعته وهو بيسمع في التسجيلات كما يكتب نزود الحتة دي نعمل يدي ملحوظات بعدها مش قونيته هو ده بليغ حمدي صح فيه بقى محطة وردة لا ده محطة وردة دي محطات يعني هو أصلا وردة مش قصة شغلة مقصة ده قصة حب كمان وزواجه بس في البداية أصلا خلي بيالك الناس واخده أن بليغ وردة تجاوزه لكن البداية في الأصل وردة جابها حلمي رفلة من بيروت عشان تعمل فيلم اسمه ألمز و عبد الحمولي أحد الأغنيات اللي جوه ألمز و عبد الحمولي اسمها نخلتين في العلالي يا بلحونا كان بيلحنة بليغ حمدي بس اللي كان متبني وردة في الوقت ده رياض الصنباطية حتى أن هي لما تجاوزت سفرت الجزائر وتجاوزت وخلفت سمت ابنها رياض أوكي قاعدت من 62 ل 72 ما بتغنيش جوزها قافل عليها لما جاء عيد الاستقلال الرئيس هوري بومديان قال لها نعمل عيد كبير ولازم تغني فيه ففرحت جداً كلمت رياض الصنباطية رياض الصنباطي كان رجل كبير وكان ليه كهنوت كده يحب يقعد وكان يخاف من ركوب الطيارة فقال لا أنا ما بسفرش بس أنا هبعتلك ايه؟ بليغ حمدي بليغ حمدي لما راح بليغ حمدي هنا حصر التقارب وكان لسه متزوجة من الأولى قال لها أنت مكانك مش ايه؟ مش في الجزائر مش هنا أنت مكانك في القاهرة لأن دي هوليود الشرم حصل بعدها أولى أحان لها الألحان وجه بعد كده بقى حصل انفصال وهي سفرت وراحت لندن ومن لندن القاهرة وجات هنا عند بليغ وكذلك بليغ كانت جاوز وجاء أولاً وطلق ده فترة من فترة لكن من الحاجات الغريبة شو وزعت زوجة؟ يعني فترة طويلة؟ حوالي 8 سنين بس هو من الحاجات الغريبة أن يوم فرح بليغ بليغ ما راحش إيه ده؟ نسي ما أنتم بتتكلم على بليغ بليغ كان فيه يوم يعني محددين كتب الكتاب وبعدين عبدالحليم بيقول له احنا مسافرين بيروت قال له يلا وركب الطائرة وقال لما وصل هناك قال له ده أنا نسيت ده فرحنا ورد النور فرحنا على ورد النور ويا زالت ده دكتور مرسي سعد الدين الله رحمه اللي كان بحكي لنا الحكايات الأساسية دي ولما نزل بقى هم اتصلوا بيه هناك فطبعاً كانت زعلانة فلما نزل هنا عبدالحليم هو اللي مسكه وقعده عنده لحد يوم الفرح هو بليغ يعني ما كنتش تقدر تمسكه من حتة هم هو كل الفنانين كده يا صدر يعني دكتور مرسي كان يقول لي يجي يقول لي ما هو أخوك كبير فيقول لي هم مرسي بكرة تيجي تتغدى معايا يقول لي أنا عازم ناس في البيت يقول لي ليش داخل أنا وأنا فيعتذر للناس اللي ايه اللي عازمه يروح البيت يلاقي الصفرة محطوطة وعم عبدالله يقول له ايه بليغ نزل من عشر داي يقول لي تعودت حتى في الحفلات لازم ولازم نقعد في الصف الأول بعد عشر داي أول ما يسمع المقدمة أبصي جنبي ملاهوش خلاص أنا لحاوت ده حياة بليغ لكن هو مع ورده عمل محطات كبيرة جدا عمل ايه بقى؟ يعني أبسط شيء لما بتتكلم على حكايتي مع الزمان طبعا 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 حكايتي مع الزمان أنا شايف أنه هو وهت عملت فيلم ولكن أنا شايف أنه كان بيحاكي بيها أغنية لحنها الصنباطي لوردة قبلها بعشر سنين اسمها؟ لعبة الأيام لعبة الأيام صح تمام؟ لو شوف لعبة الأيام هتلاقيها نفس التيمة هي نفس التيمة في الكلمات لكن في المختلفة تماما كلحة ومشية بجمل موسيقية تتماشى مع صوت وردة اللي كان عبدالرهاب يقولك صوت الجبل مالير دايما كان عنده صديقه محمد حمزة اللي أرحمه الكاتب فكان يقول الفكرة وإيه؟ يسيبه ويسيبه فاتعملت حكايتي مع الزمان من أجمل الأغاني الموجودة لحد دلوقتي وحشتوني وحشتوني طبعا يوم 6 أكتوبر 73 الناس قاعدة في الراديو الساعة 2 الظهر عبرت قواتنا إيه؟ آآ قناة السويس جريوا كلهم على فين؟ آآ على المبنى هنا المهم مش هنطول هنقول إيه؟ دخلوا في الآخر للستوديوهات بابا شعروا جاب لهم من استوديو وقال لهم مراحق آآ على سلم التلفزيون هنا عبدالرحيم منصور كتب كلمات اللي هي على الربابا بغاني بليغ لحنف ربع ساعة يا الله إزاي؟ إيه مناس ديش؟ هي فيه كده ربع ساعة كان مخلص بعدها بنص ساعة دخلوا وردة إيه؟ حفظت الكلمات ويلا ودي كانت أول أغنية تتعامل تتعامل يا أه؟ أول أغنية في تاريخ ثلاثة سباية؟ على الساعة ستة مثلاً مش ممكن وهو ده ده بليغ ودي وردة وده عبدالرحيم منصور وهم دول مجموعة الجيل ده ما يتعوضش؟ لا 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 انسى انسى ده الجيل ما يتعوضش لما جه يعني بليغ عمل لوردة أغنى كتير جداً ولكن لما اختلفوا بقى وخلاص انفصلوا بينفصلوا كان في اليوم ده كان بليغ في الإمارات ومعاه المخرج سيس جميل موازي لأرحمه ومحمد رشدي موازي الأب طبعاً الأب الكبير المخرج الكبير فبليغ قعد كده زعلان وقعد يدندن بكلمة فكتبها وراء مين؟ جميل الموازي ومحمد رشدي وهو قاعد قال له سيمو ما تتكلمش فتاني يوم بيقوله البليغ انت كنت بتقولك قال له ما كانش فاكر من الزعل اللي هو فيه فبيقوله ده أنا كتبتها وراك قال له طب كنت بدندن من مقام ايه فرشدي هو اللي رد ما فيش أخد الكلمات وابتدى يشتغل عليها تاني وغنتها ميادة الحب اللي كان أنا الحب اللي كان أنا الحب اللي كان من أجمل الأغاني اللي هو كتبها ولحنها ده بليغ حمدي بليغ حمدي أكتر إنسان كان ليه حاجات تانية كتبها؟ آه فيه كتب لميادة وكتبها هو بس هو كألحان أكتر إنسان ملحن في مصر ويمكن في الشيق الأوسط كان عنده غزارة إنتاج خلال الفترة من الستينيات وحتى وفاته في بداية الساعة مش سهلة الفنان دايماً بيلجأ لحاجة كده اسمها النحت يقولك نحتية سريعة حنحت حاجة اسمها ما كانش عنده ليه بقى الجيل ده ما كانش عنده قصة إننا لأ يعني طب بقى أنا هعملك شهر يبقى هعملك شهر آه شهر يعني؟ ولا هو معجوم بمية العفريت؟ لا 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 هي كان لها شكل أخر ما تنساش إن الجيل ده عنده مد ثقافي جايم التلاتينات والاربينات والخمسينات في المصر فكان عنده مسئولية الجيل ده كان حسب مسئولية أنا هقدم إيه؟ يعني عبد الحلين لما كان تجيله كلمات أنا هينفع أقدمها إزاي وإمتى؟ أي والمين؟ مش إن أنا بغني وخلاص أي بليغ نفس الحكاية محمد الموجي عبد الوهاب المجموعة دي كلهم بهذا الشكل فبالتالي ما كانش فيه بقى اللي هي إيه؟ نحتية يلا أنا عندي سبوبة كده عشان أخد قرشين وامشي صح نفيش هو ممكن يعمل أهنية خفيفة زي مثلا ما تزوّقيني يا ماما أول يا ماما اللي هي بتاعت الأفراح يعملها ولكن شوف من اللحن بتاعها عايشها لحد النهاردة بقالها ستين سنة هو مفيش حاجة عملها بليغ حمدي مش عايش مفيش حاجة مش عايش مفيش حاجة مفيش حاجة أنت قلت هالي أنا ما سمعتهاش مئة مرة على الأقل ما بالزبط حاجة يعني غريبة جدا شوف كمان لما هو لحن لمين تاني من العالم العربي إحنا يعني ويفنا عند مدى الحنوي عند وردة لأ هو ما كانش يعني التعاون مع فايزة كان صعب شوية لسبب إن فايزة في الوقت ده كانت بتجوزة ملحنة اللي هو محمد سلطان أوكي فبردو فيه أفلة شوية ولكن سميرة سعيد سميرة سعيد سميرة سعيد في مجموعة عمل إيه سميرة حاجات قديمة بقى القديمة أه يعني الأغنية اللي هي دخلت بيها الامتحان الإزاعة كانت ألحان بليغ أه أه شوف لما لحن لعبد الحليم مثلاً أي دمعة حزن إله أه أه هو اختار طبقة معينة في صوت عبد الحليم أه ما كانتش مألوفة عبد الحليم بتاع الإيه؟ الهادي الهادي ما كانش بيه على خطر هو وجه من أي الغنية الوحيدة اللي ما غناش عبد الحليم على المسرح جبار عشان هي كتأصعب منه ده كان محمد الموجي أه وابتدى من طبقة عالية جداً وكانت متسجلة في فيلم يعني متسجلة لفيلم اللي هو معبوط الجماهير هو عنا في إمكانياته عبد الحليم حافظ بالظبط أه ولكن حتى في أي دمعة حزن إله في طبقة في صوت عبد الحليم ما كانتش مألوفة كتير أه للطبقة العالية عبد الحليم بيحب أنه هو إيه؟ مطر يعني يدندن أه والأغنية العاطفية ولكن هنا في الحتة دي أي دمعة حزن إله حاجة مش سهلة صح أه لما فيه أغنية ما تغنيتش على المسرح اللي هي الرفاق وحاق إيرون تتساءلوا عبد الحليم غناها في البيت يعني كانت أشبه كده بالبروفة جانرال ولكن في اللي احنا عملت إزاي؟ أنا بقولك ما عملش عاجة وحشة ماعتقدش إن اسم بليغ حمدي ممكن تلاقي أغنية وحشة أو ممكن تلاقي عداوة مع حد بس رغم كده حصل شائعات كتير يعني بليغ حمدي من الملحنين اللي اهتم أو اهتمت الصحافة المصرية بأخبارهم واتكلمت على شائعات كتيرة حوالين حياته لأنه هلهلي هو هلهلي خالص لأنه هلهلي وده كان سبب انفصاله من وردة أنه هو هلهلي؟ والله أنا أسعدني الحظ إن أنا أعدت مع وردة فترات طويلة أيام ما كانت بتعمل مسلسل أنا الأول فبقول لها بليغ حمدي قايت لي بليغ كإنسان وكملحن رائع أو لا كلمة لكن كزوج فيه مشاكل مشاكل إزاي؟ ما هو بليغ؟ يعني مثلا خرج من البيت رايح مشوره وراجع يرجع بالتلاتة أيام يا عشو زمان ما كانش فيه موبايلاد فيش الكلام با تلاتة أيام قاعد بقى في المكتب بتاعه قاعد يدندن اصحبه جم مش عارف ايه خرج فين جي منين طبعا ده في الحياة الزوجية مختلف ولكن بالنسبة للألحان او كإنسان حتى انه هو بعد ما انفصل هو وردة فضلوا تاني مع بعض عملوا حاجات بعد التواني عملوا حاجات ومش كده وبس فضلوا أصدقاء فضلوا أصدقاء فضلوا أصدقاء يعني فيه أغنية لما جات وردة غنيها من ألحان بليغ لتنين كانوا بعياته هنا في ستوديو ليساعة اللي هي بودعك لتنين كانوا بعياته لأن العلاقة الإنسانية مختلفة تماما صح 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 الله يرحمه والله يرحم كل هذا الجيل اللي مش عمل لمصر بس ولا عمل لنا يعني شكل من الأشكال اللي بنشوف حفاوت الإخوة العرب بيها لما يشوفونا لا ده هو عمل شخصية مصرية هو اللي كون الشخصية المصرية بألحان وكلمات وفن استمر لسنوات طويلة وباقي حتى الآن بكلمته بنيك حمدي اتكلمنا عليه في محطاته ما عملش أغنية وحشة لحن لكبار المطربين في مصر والعالم العربي كلمنا عنه بالتفصيل النقد الفني لأستاذ أحمد سعد الدين جزيلا شكرا نورتنا وشرفتنا شكرا 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 شكرا